ملف تاني وهو مصير عمر السلية هذا الملف أصبح نقطة خلاف كبيرة بين مرسل كولر ولجنة التخطيط في النادي الأهلي حيث خرج السلية من حسابات كولر بشكل نهائي ورفض المدرب التجديد له وفي الوقت اللي بتتمسك فيه لجنة التخطيط باستمرار اللاعب نظرا لكمتوا مع الفريق وكونوا أحد الكبات المهمين في النادي ملف آخر وهو موقف صلاح محسن مصير صلاح محسن أصبح أيضا نقطة خلاف بين كولر ولجنة التخطيط المدرب يرغب في التخلص من اللاعب خلال شهر يناير المقبل لعدب قناعته بمستوى في الوقت اللي بترى فيه اللجنة أنه ليس هناك ما يدعوه للاستعجال في التخلص من اللاعب خصوصا وأن كولر هو الذي طلب عودته بجانب أن فكرة تسويقه في يناير ستكون صعبة للغاية ولن يحصل النادي على عائد مدي جيد سواء من أعارته أو رحيله ده صلاح محسن طلب كريستو الرحيل اللاعب تونس الشام محمد ضو كريستو يتمسك فيه الوقت الحالي بالخروج ولو على سبيل الإعارة لأي نادي حتى لو في الدورة المصر لرغبته في اللاعب والمشاركة بعد خروجه من الحسابات الفنية لمارسل كولر وفي نفس الوقت تريد لجنة التخطيط أن يحصل اللاعب على فرصة مثل باقي زملائه للحق علي الخلاف حول موقف أنتوني مودست هناك خلاف في وجهات النظر بين كولر و لجنة التخطيط حول موقف المواجم الفرنسي حيث تريد اللجنة أن يكون الحكم النهائي على اللاعب في شهر يناير نظرا لأن المؤشرات حوله ليست جيدة وترى اللجنة أن بطولة كأس العالم للأندي أفضل فرصة لاختباره والحكم عليه خصوصا وأن النادي يريد التخلص من الحمل المالي الكبير لللاعب في الوقت الذي يتمسك فيه كولر باستمراره أو باستمرار اللاعب لنهاية الموسم وعدم الحكم عليه الآن متأخر أول لو يستنوا لأخي الموسم كتير يعني المفاجأة الكبرى كبرى كبرى عقد كولر لم يوقع حتى الآن خصوصا في زل التأكيدات التي خرجت خلال الفترة الماضية باستمرار كولر مع الأهلي حتى 2026 إلا أن المدرب لم يوقع على العقد حتى الآن والأمر برمته لم يتعدى كون اتفاقات تمت بين الجانبين دون توقيع رسمي وهو ما تريد اللجنة حسمه في الاجتماع المقبل أكمل لك الحكاية الأهلي لما مرس الكرة يرجع من أجاسته هيقعد معاه يقول له بص يا سيدي احنا عايزين نوقع التجديد نوقع التجديد بس النادي الأهلي ناوي يوقع تجديد مع مرس الكرة اللي لو هو وافق لمدة موسم واحد مش موسمين يعني الحد نهاية 25 موسم 25 24-25 مرس الكرة وأنا قلت الخبر لده لحراركم أول مبارح أنه عنده عروض كتير في الخليج والنادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي فهمة وعرفة أن كولر بيفكر فهم هيقضوا معاه أنت مركز معنا أنت مكمل معنا قمضي قمضي غالبا موسم طيب لو أنت ناوي تمشي ما عندناش مانع قل لنا قل لنا أن أنت خلاص الفترة العظيمة اللي أنت قدتها معنا دي كانت عظيمة جداً ونحترمها ونقدرها وأنك أنت عايز تاخد خطوة جديد عشان حرفياً وكيل أعمال مرس الكولر شغال مناقشة عروض في الإمارات وفي السعودية وفي قطر طول الوقت دي معلومة مؤكدة مية في المية بس الراجل نفسه هو مكمل ومركز مع الأهلي بحسب ظننع يعني بحسب عقده اللي مستمرة لنهاية الموسم على الأهلي بس الأهلي لو لقاه أنه خلاص دماغه راحت للحاجات دي للعروض الأخرى يعني هيقول له مع السلامة نعرف أن الله عمار جيب لكم مفاجآت من النادي الأهلي تحديداً يعني